فخامة السيد جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات السيدات والسادة الحضور من دواعي سروري أن أشترك في هذا الحدث المهم وأن أجدد باسم بلدي العراق الالتزام بمبادئة الديمقراطية وقيمها في وقت يواجه عالمنا اليوم العديد من التحولات والتحديات الكبرى العراق ما تعلمون هو ديمقراطية ناشية فتية ظهرت بعد تضحيات جسيمة وعهود من الاستبداد مثلها مثل الديمقراطية الجديدة الأخرى تواجه تحديات كبيرة لم تبلغ بعد مرحة الاستقرار المطلوبة كان التحدي الأكبر ما من الديمقراطية العراقية هو التعامل مع الجماعات الارهابية التي تحتمدت العنف الوحشي لفرض إرادتها ولتقويض الاستقرار وأقول بفقر واحتزاز إننا نجحنا بتخطي هذا التحدي دون أن تفرط بقيم الديمقراطية وهزمنا التنظيمات الارهابية مثل داعش وغيرها عسكريا وأخلاقيا ما زلنا واجه بقائد داعش وبعض الجماعات المتطرفة والخارج على القانون والتي تفضل اللجوء للسلاح على احتكام للآليات القانونية لكننا واثقون أننا سننجح في النهاية لأن غالبة العراقيين ترى ترسيخ سلطة الدولة والقانون لقد أوكلت حكومة اهتماما خاصا عمل على استجابة لمطالب المواطنين العراقيين ووضخ خارط الطريق لانتشاء البلد من الإزمة السياسية التي دخلها نتيجة خفاقات سياسية عكست على التقة تقة الناس بالنظام السياسي بالأضافة لتنامية سلطة جماعات خاجع القانون وتفشي الفساد فلا يمكن لديمقراطية حقيقية تترسق بوجود هكذا مظاهر وبعد الصدد اتخذنا خطوات لملاحقة واحتقال المطورطين من العنف السياسي ضد الناشطين المدنيين والمتظاهرين السلمين كما عملنا على توفير أفضل ظروف لتنظيم انتخابات مبكرة نزيهة عادلة جاءت في أجواء آمنة ومستقرة وبمراقبة دولية وفرت للمرشحين فرصة عادلة كما أمنت للناخبين حق الاختيار الحر كما جاء التأكيد من منظمات المراقبة الاتخابية الدولية والمحلية ومن بيثة الممتحدة في العراق من الانتخابات استوفت كل الشروط الدولية والمعايير المطلوبة من ناحية الأمن الانتخابي وحرية التنافس والاختيار نواجه في العراق أيضا تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تسببت بها سنوات طويلة من الحروب والسياسات التسلطية وكذلك الفساد وسوء الإدارة واطلقنا برنامجا واسعا للإصلاح الاقتصادي إنني أدعو هنا إلى أن نطور منظورا أوسع للديمقراطية يقرونها بالعمل الدولي المشترك خصوصا تلك المتعلق بلدان النامية بحيث تشمل دعم التنمية المستدامة التي تتشكل الرافع على أساسية ترسيخ المفاهيم الديمقراطية واتقى بها وتبني خطة واقع دولية لمواجهة الفقر والحد من التمازات الاقتصادية الكبيرة ومكافحة الفساد ودعم البلدان متضررة من التغيير المناخي وهنا أؤكد على همية تحقيق الأهداف والتنمية المستدامة التي اتفق الدول العالم عليها ويجب تطبيقها ختام نجد شكري للرئيس بادن على مبادرته بالدعوة لهذه القمة التاريخية وتمنى أن تكون بداية المرحلة جديدة شكرا جزيلا و السلام عليكم اشتركوا في القناة